لا أدري هذه الحالة غريبة لو هي موجودة سابقا باعتبار البعض يقولون هي موجودة أنه أنا مرشح الانتخابات كمحافظ أو كمسؤول حكومي وأتمتع بكافة صلاحيات حكومية حسا عندنا مؤخرا ترشيح المحافظين ضمن مجالس المحافظات بس ماكوا أي قانون أو أي قرار برلماني تنفيذي بمنعهم من كإجازة على الرغم من وجود طلب نيابي شباب عرضونا الطلب النيابي المقدم من النائبة زينب جمعة الموسوي اللي هو حول قضية ترشيح أو إعطاء إجازة للمحافظين عرضونا بالجو الشباب دكتور هذا الكتاب اللي موجه من النائبة زينب جمعة الموسوي عضو كثلة صادقون يقول بي طبعا موجهته إلى سيد رئيس مجلس النواب تفضلكم بالموافقة على مخاطبة السيد رئيس مجلس الوزراء بخصوص منح إجاز إجباري لكافة المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات مما يشغلون مناصب بالدولة بكافة درجاتهم الوظيفية وخاصة المحافظين هذا الكتاب رغم موجهه رئيس مجلس النواب لكن لم يوقع ولم يوجه كتاب إلى مجلس الوزراء هل تعتقد أنه الموضوع مستمر لاستغلال السلطة أم ماذا تقرأ؟ هذا أولاً يعني هو قرار صحيح لطالبي سيدة النائبة قرار صحيح هو يعني يحمي خيار الانتخابات من تأثير السلطة طيب هذا صحيح لكن قانوني أو دستوري أقول لك لا لا هو قانوني ولا هو دستوري وقانوني يسمح لأي واحد مرشع يسمح له بالاشتراك وعند السلطة تنفيذية يبقى بكافة صلاحياته؟ نعم كان المفروض أن يدخل تعديل على قانون الانتخابات تعديل على قانون الانتخابات يقضي بمو إجازة السيدة طالبة إجازة إجبارية ومو إجازة هو ممكن أن يكون سحب يد لمدة ثلاثة أشهر تغطي الفترة الانتخابية سحب يد لا يكون إلى لأن إجازة ممكن أن يقطعها